أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين في توقعات جديدة لليلة عبداللطيف توقعات تحققت بالفعل وتوقعات أخرى قد نشهدها في المرحلة المقبلة وقبل ما نبدأ ونعرف إيه هي التوقعات حب أنوه عن شيء مهم من خلال تعليقات حضراتكم في ناس كتير طلبت توقعات لليلة عبداللطيف لمصر أو لكذا دولة عربية أو للدول عمتا بإذن الله هنعمل تلك التوقعات إن شاء الله وبالنسبة لتوقعات تلاتة وعشرين بعد كم يوم هتلاقوها موجودة على القناة أيضا عشان كده بتمنى من حضراتكم الاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم إشعارات بالفيديوهات اللي بتنزل وأيضا لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير ليلة عبداللطيف الحقيقة في بداية السنة كانت آلة على الكارسة اللي بتحصل دلوقتي كانت آلة إن فصل الشتاء هيكون فصل وفيات فصل الشتاء هو فصل الوفيات الكثيرة حول العالم وبيصبح اسمه فصل الموت لبعض الدول بسبب الارتفاع المفاجئ والكوارس اللي بتحصل بشكل مفاجئ على مستوى بعض الدول ممكن كمان بعض الدول العربية يعني كنت شايفة إن الشتاء هيكون صعب جدا على بعض الدول لدرجة إن هنشهد فيه ارتفاع مفاجئ في الوفيات نفسها عشان كده قالت فصل الوفيات الكثيرة ليه بنقول كده؟ الحقيقة لسه لازل أخبار من أمريكا بسبب العصفة السلجية الموجودة عندهم اللي عمرهم ما شافوا زيها قبل كده آآ وصلت عدد الوفيات بسبب تلك العصفة لتلاتة وخمسين حالة وفاة تلاتة وخمسين حالة وفاة وبيقولوا إن عمرهم ما شاهدوا مثل تلك العواصف في دولتهم بهذا المنظر أو بهذا الشكل أو بهذه الحدة قبل كده كلام مش من عندنا الموقع بتاعتهم نفسها اللي بتنقل الأخبار آآ موقع اسمه إن بي آر بيقول لقيا ما لا يقل عن خمسين شخص مصرعهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عاصفة تحدث مرة واحدة في الجيل وقال كمان المقال من المتوقع أن تحصد عاصفة شتوية ضخمة قتلت حوالي خمسين شخص وفيه لسه من ساعة تقريبا على سكاي نسب العربية إن وصلت الوفيات للتلاتة وخمسين في جميع أنحاء الولايات المتحدة المزيد من الأرواح يعني هما كمان متوقعين إن العدد كمان هزيد مع استمرار التقص البارد خلال هذا الأسبوع ووقع أكثر من نصف الوفيات في غرب نيورك فيما وصفه رئيس بلدية نيورك اسمه بي فالو إن عاصفة بتحدث مرة واحدة في الجيل على مدار ست أيام أدى انفجار الهواء القطبي من كندا إلى تدمير خطط السفر لقضاء العطلات كلنا عارفين إن هما بيأخذوا أجازة في الكريسمس تقريبا تسعة أيام سححولي لو قلت غلط بيسافروا فيها بيتفسحوا ليهم أنشطة معينة بيمرسوها فكل الحاجات دي كلها اتضربت بسبب العاصفة السلجية الرهيبة اللي حصل حيث كان يتردد في جميع أنحاء البلاد تاركا انقطاع الطيار الكهربائي وطبعا طالما الكهرباء مقطوعة تخالف عز البرد ده الناس دي شغالة على نظام التدفئة فلما الكهرباء تقطع مفيش نظام تدفئة ولا فيه أي حاجة هتوصل لهم فالموضوع بيبقى أصعب وإلغاء الرحلات الجوية وحتى الطرق بقت خطرة إن هما يمشوا فيها وواجه حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة نوع من تحذير التقس الشتوي خلال عطلة نهاية الأسبوع امتدت درجات الحرارة المخافضة بشكل كبير من البحيرات العظمى إلى الريو جراندي وشهد غرب نيويورك أيام من ظروف عاصفة سلجية متواصلة حيث سقطت أكثر من 48 بوصة من التلج وتسبب في انخفاض درجة الحرارة ل22 درجة تحت السفر تخيلوا نيويورك نيويورك دي موجودة تقريبا في وسط أمريكا من الناحية الشرقية يعني هي مش في الشمال يعني مش قريبة من كندا فتخيلوا لما تكون درجة الحرارة عندها 22 درجة تحت السفر وكمان أبلغت المنطقة معان 27 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف وبتقول السلطات المحلية أن سلسي سيارات الطوارئ الخاصة بما في ذلك شاحنات الحرس الوطني كبيرة الحجم ومراكب التلج كلهم مش عارفين يمشوا في الطرق بسبب الانجرافات التلجية الكبيرة وصرح رئيس بلدية نيويورك اللي هو المسؤول أو العامدة بتاع نيويورك بفالو بايرون براون أن مستجيب الطوارئ في مدنته راحوا ذهبوا بالسيارة يعني عشان ينقلوا صائق السيارات اللي تقطعت بهم الصبر يعني حتى مش قادرين يروحوا له مش عارفين يوصلوا له وقال كمان براون اللي قد أطلق على هذا العاصفة اللي موجودة اسم عاصفة الأجياء لأنها عمرها ما حصلت وبتحصل مرة واحدة كل فين وفين لأنه هم مش معتدين على هذه الأجواء وأصبحت الظروف غادرة بشكل خاص بسبب الأمطار في وقت سابق من الأسبوع وكانت الطرق بردة وجالدية وتم إخفاءها تماما بسبب ظروف التعتيم يعني حتى الطريق مش شايفينه ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتل الحالين في المدينة البالغ 14 مليون شخص مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ فالدنيا متبهدلة جدا في أمريكا والموضوع صعب وكهربا بتقتع عليهم وحاجة لا يعلم بها إلا ربنا مش بس كده قد ينا شايفين السيول اللي بتحصل في السعودية وفي دولة العراق وانخفاض درجات الحرارة اللي في كويت كمان درجات الحرارة وصلت لسفر عمرنا ما استمعنا عن السعودية أو الكويت أو دولة العراق إن درجة الحرارة في الشتة توصل لدرجة الصفر يعني الشتة صعب جدا تخيلين الموضوع وصل لمرحلة عاملة إزاي حتى عندنا احنا في مصر احنا ما وصلناش للمرحلة دي الحمد للغد دلوقتي ولكن متوقع إن العصفة دي أو موجة البرد الشديد دي توصل لمصر خلال الأسبوع ده برضو وربنا يسطر خدوا بالكم لنفسيكم ياريت الناس تكون في بيوتها ما تطلعش على يعني اللي عنده شغل بقى يتقل ويبقى عامل حسابه الدنيا مش سهلة الدنيا مش سهلة والله يكون فعونا الغلابة يعني حقيقة من توقعات أيضا ليلة عبداللطيف لدولة أمريكا اللي قالتها على قناتها الرسمية على اليوتيوب إن أرى الولايات المتحدة الأمريكية للأسف ستكون أمام عدة مشاهد وأحداث صادمة سواء من جراء طبعات الحرب الروسية الأوكرانية أمنيا واقتصاديا أو من خلال نكسة هتكون أشبه بالكرسة الحقيقية وده بسبب حصول زلزال أو إعصار مدمر هيدرب منطقة شسعة وكبيرة وتطال عدة ولايات يعني أنا أعتقد أن الكرسة دي هي بالضبط اللي حصلة دلوقت لأنها يعني شملة الولايات المتحدة الأمريكية كلها وسوف تعتبر هذه الكرسة هي الأكبر بتاريخ أمريكا وسنرى الأنظار مجدودة تجاه مياه البحر الأمريكية مع حصول هذه الكرسة وسوف نرى مكان نراه في الأفلام الأمريكية عن الكوارث تتحقق في الأمر الواقع وممكن يحصل زلزال في أمريكا تتخطى قوته السبعة أو تسع درجات وهذا الإعصار أو هذا الزلزال أو أي إن كانت كرسة اللي هتضرب أمريكا هتكون فيها ضحايا وإصابات كتيرة جداً ومشردين ونزحين كثيرين يهربون من تلك المناطق المنكوبة وأرى أكثر دول العالم يتأهبون ويستعدون لمساعدة أمريكا في عمليات الإنقاذ وتقديم كل الدعم والمساعدة خلال هذه الكرسة المؤسفة كما أرى وجود خطر حقيقي من خلال مذنب أو نيزك من السماء يهدد مناطق واسعة في أمريكا وبعض الدول المجورة وأرى البيت الأبيض سيكون حديث الإعلام والناس لحد سن ما وبكده نكون انتهينا من الأخبار وانتهينا من توقعات قلتها بقليلة عبداللطيف وتحققت زم أنتوا شايفين حاب أعرف تعليقاتكم وياريت حبيبنا اللي في نيورك أو في الولايات المتحدة الأمريكية وبيباجهوا هذه العصفة الشنيعة الصعبة جداً يتمنون على حلهم يقولون أن الموضوع عامل إزاي وهل الموضوع قل شوية أو درجة الحرارة خفت شوية من الحدة بتاعتها وهل العصفة انتهت ولا لسه ياريت تعرفونا آخر الأخبار اللي مهما كانت المواقع بتتكلم إزاي الناس اللي عايشة في الموضوع نفسه عشان كده بقول لكم يا جماعة خلي بالكم من نفسيكم شكراً أشوفكم بخير في فيديو جديد ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وياريت تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس شكراً لكم